موسيقى تلقى في صلاتك هداة البال دام العمر أخرى لجال وما شيء في هزمان يدوم الدائم الله وكل شيفان الخالق المعقل الرحمن إذا ملا صدرك الإيمان فاستبرض الخالق القيوم الثوقنا ما مثلها الذنوب متى متى من ذنوب انتوب ما نحسب حساب في المكتوب ولا نحاتي ملاع ولوم إلى متى تشتكي وتلوم يكفيق ضيق وعنا وهموم إلى متى تشتكي الأيام كالشي في هزمان مقسوم موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا من يديد سمعنا هذا صوت العذب وهو أحد أصغر المشهدين في الوطن العربي وليس فقط في الإمارات استطاع عبر صوته الجميل أن يصبح علامة مميزة في هذا المجال له العديد من الأناشيد اللي تناقش مجالات شدة في حياتنا الأخلاق والاعتزاز بالقائد والوطن وأيضا يعني خي نقول السنن اليوم معنا المنشد إبراهيم العبيد لي صبحكم الله بالخير والنور والسرر مشكوري على استضافة الجميل لا فعليك نحن نعيون لك إبراهيم طبعا نحن نصبح على إبراهيم وكل متابعين إبراهيم وجمهور إبراهيم وطبعا نقول لنا إبراهيم اليوم شرد من المدرسة ويانا لا لا ما شرد ما شرد صح؟ هذا مستأذن 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 من مديرته من مديرته لستاذة بدرية مطوع مستأذن من مدرسة الحكمة؟ قال لأدقل ما تفضحوننا مشارد ولا مشارد؟ مستأذن من أستاذة بدرية مدرسة الحكمة في عيمان ونشكرها أنها عطت الإذن لأنه يتوجد معنا اليوم ويطل عبر برنامج صباح الدار في بوظبي وعشان الكل يشوف موهبته ويشوف أيضا شو يشوف يشوف هذه القدرة العالية في إبراهيم الصوت الجميل قبل ما نتكلم عن الفنكدا قبل ما نتكلم عن مدرسة شو أخبر مدرسة وياك؟ حان بلا تمام شو الدرجات الامتحانات؟ الموم ما شهر ما شهر؟ عقب شهر عقب شهر ترتب الأمور والوضع وبعدين الوالد يالسنين نعرف إنه إذا يبت من فوق التسعين مني هو قايل للك هالكلام أكيد نفهم ما نقول حق عيالنا أكيد لازم نهتم بالدراسة أهم شيء خمس تلاف كاش بعطيك خمس تلاف كاش بعطيك سوالتي عشر تلاف عشر تلاف براهيم بدايتك متك شفت مهارات القاء العناشيد الجميلة هاي متك شفت عمرك؟ بدايتا يوم كنت في البيت كنت كلها دندن وانشد فالوالد والوالدة عرفوا اني انشد فشاركت في فعاليات وعدة أماكن فمن هالوقت بديت الإنشاد وبداية كان في برنامج سعيد المعمري صح كان عندنا في بضرب الإمارات نعم فشاركت وهاي بدايتي كم سنة يعني صار لك؟ نعم كم سنة؟ سألنا وانت سؤالين عزاوتي نعم نظرتين خلاص أنا وانتي بندوس الفص كم سنة صار لك؟ عشر سنة عشر سنة تنشد لا عشر سنة كان عمري عشر سنة كان عمرك عشر سنة قمات عشر سنة من عمري ثمانا سنة تنشد نعم كم كنت ندين انشيد أم اكثر كم سنة قلقه هنا وان replante أين اكثر او مكان جدا أم أف roles مسئول الله لا نسمع كل مسر مهم контр好 اكثر مهمة اكثر قلقه نعم نعم بحق الصوتية يهيك كل lang ının نحن ندوس المقامات مقامات النفس كل شيء عشان ومكبر يعني أنت تشوف نفسك محتاج تدرس المقامات؟ أكيد نحن نشوفك حلو يا صوتك واسمعناها قبل شوي وتابعتنا طبعا طلعت لي فيديوهات على اليوتيوب راوتني آن له أحلى شاي اللي عجبني فيه أنه يعني لما شفت وراوتك الفيديوهات ما حط رقم تليفون إيميل إيميل للتواصل إيميل نعم طرح إيميل بيلك رقم التليفون ما طرح إيميل ما أبيلك لا عرفتها معجبات براهين طبعا أنت تبتعد عن هذا الموضوع صح؟ لا شو معجبات يعني بس الإيميل اللي بيتواصل الإيميل في كل شيء تواصل رتبه رتبه الور طيب طيب نسمع منك إنشودة عندك إنشودة 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 بن راشد بن زايد نلحان وكلمات سيف فاضل نسمعها إنشاء الله مخرجنا يسوينا إيكو بس في الصوت عشان نسمعها تطلب تبغي إيكو أم لا؟ برايكو زين أبس أبجرب الإيكو وأنا أتكلم عشان أسلم الإيكو صح إبراهيم 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 يمع لك إبراهيم يلا محمد الأول بالمجد متسيد في هيبتا تلقى الفارس القايد فوق السحب يبني من جاز ويشيد والعالم بأسرى مبهور ويشاهد محمدي نادي بالبيت متوحد هذا الشبيه اللي ذكرنا بزايد ماضي على نهجه ما بدلو زيد سفل وطندرع خالد يا أبو خالد إبراهيم إبراهيم أنت ذكرت أنت تحاول أن تدرس المقامات والصوت وكل هالأشياء من اللي يدرسك ياها أو هل في حد معهد تروح له أو فنان أو مدرس موسيقى يعني تكون متواجدتوا إياه هو اسمه مصطفى حمدو الفنان مصطفى حمدو الفائز في حفلة في الشارجة يعني أبوي تواصل إياه وحين يدرسني المقامات جميل يعني بدلش درشارقة خذ المركز الأول فأبوي تواصل إياه وحين يدرسني المقامات بدأت يعني هي بدأت شو تحس عمرك الحين يعني أنا كنت أغني صوتي حلو والناس تسمعني وفجأة صار في موضوع ثاني لا أنا في شيء اسمه مقامات قاعدة أتعلمه صار عندك اختلاف ولا لا لا كل شيء مثل شيء بس المقامات تزيد من موهبتي وتخلني أحسن وظل جميل عطا مثلا تمريني يعطيك يا مثلا تقولون دوريمي فاصولة سيدو هاي يعني المقامات اللي هي تقولها شوي شوي أو تقولها بصوت عالي أو تقولها بالعكس ها هو يدربني أحيانا اي زيل يعني حدثنا عن تعاون كل أخير مع الوسمي مع الوسمي بداية كان عند حفلة في ملتقى زايد بن محمد العالي في دبي أخوانيج فبعد نفس الوقت كانوا يعني متصليلة من ذاعة نور دبي فمن هالوقت استغلت الفرصة واتصلت وانشت فأول ما انشت سمع صوتك سمع صوتي قال إبراهيم التحاب تشارك ياي في الألبوم صراحة من الفرحة ما أعرفت ما أقول ماذا؟ سويت لايك من الفرحة لايك مثل ما أقول لايك فطرت مننا قلت لنا يعني من أمنياتي الصراحة صراحة من أمنياتي أن ننشد ياه في المسرح فقال تعال مثل الوقت كان باتر يعني الحفلة قال تعال باتر بلننشد أنا وياك ورحت نعم وسجلنا نشودك شكرا من ألبوم 2013 من ألبوم 2013 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خلق الأكوان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب طبعا أقول حق الأسمي مشكور والله يعطيها لها فيه ونحن نقول لها مشكور على هذا الدعم لأبراهيم لابيدلي وهو المشد الصغير الموهبة تستحق أن حد يحتضنها ويحتم فيها إبراهيم لو تخبرنا أهم الجوائز اللي حصلت عليها الجمعية الأيباد اللي فيديك طبعا أول جهازة الأيباد جائزة شاركت في جمعية الأحسان خيرية بحضور الشيخ عمار عبد العزيز بن حميد النامي حفظت تكريم حفظت قرآن الكريم بحضور رعاية الشيخ منصور بن محمد وراشد المكتوم حلو جميلة وبعد شهادة تغيير حلو جوائز يعني قل قل شنك الحركة تليد يعني تقول أنك كنت عائد جوائز لا لا يعني استاهل إبراهيم باجلي بعد وتطويل لا باجل لك إن شاء الله العمر كله ونحن بالفعل سعيدين إبراهيم لك ومفتخرين بأن إماراتي بهذا العمر طلع العالم بصوت جميل وأنا شهيد الجميلة وهو يعني ميقن ويعرف قدراته ويبغي طور من نفسه وراح يتعلم المقامات مهتم ليس ما أخذ الموضوع يعني أنا بس وطي حلو بي الله صح يبغي يكون محترف في موضوع الإنشاء والحلو أنه من هذا العمر من العمر الصغير لأنه يعني الواحد لما يتأسس منه صغير صح راح يكبر طبعا الوالد والوالدة واللهن يعني هم نوهم وابوه وما يقصرون وابوي طبعا يا سهناك هاجم وابوه من كذر دعمله قال أنا أبا يطلع بروحك خليشوفهم البداية يعني هذا دليل هو يدعمك يبغي تأخذ شخصيتك هو يقصد أني لا معتمد على نفسي في كل شيء جبيل نزيل نحن نبه نسمع منك شكرا خليفة شكرا خليفة يعني نبه نختم معاك بشكرا خليفة إن شاء الله ها بس بدايتم بس يقول لكم إن أنا أكثر شيء مهتم فيه أنا أشيد وطنية نعم عشان الأولاد وكل اليهال يرددون مثل ما في عندنا شاعر الوطن شاعر الوطن على الخوار بعد ما يقصر سجلنا ويا أنا جمجي مخرج الوطن منوه مخرج الوطن نعم جمع حتى نكون عندنا منشد الوطن إبراهيم بس باقل لكم قولنا إماراتي 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 برددها اليهني يجف بهم صوتي ويتخف جثتي بتراب الله الله إبراهيم اسلام صوتك إبراهيم، لا تفكر أن في يوم الأيام بما أنت في عمر هذه الناس وقلت أن النشيد الوطنية ممكن تسوي مثلاً البوم للأطفال اللي في عمرك نعم نعم بنسجل البوم الخاص للأطفال بلهجتنا المحلية جميل وصراحة بعد أنا أتمنى يكون عندي ألبوم خاص بس برعاية حده ودعمه يحد دعم كنت تطلعت في صباح الدار تقبل كل ألبومك جاهز خلاص برعب تلقي الألبوم جاهز على فكرة نشكور يا إبراهيم نختم شكرا خليفة شكرا خليفة شكرا خليفة شكرا خليفة شكرا خليفة شكرا وشكرك تعدك المحانين في بسمتك نورة ترسم صورة زايد في كلمتك فعلة تستوفي أمانينا تعايد المجد وهو قبلك يعايد على طموحاتك اللي كلها فينا وإحنا تعودنا نطمح بالعلاوية صعب القليلة تكفينا وتكفينا تحية تحية لك تحية 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 لك تحية لك تحية لك نورتنا في صباح الدارة النور نوركم نعم في شيء النور نور إبراهيم محطة أخيرة محطة الأكل وصلنا للمعدة يخترب الأنشيب تخترب مع الأكل لكن ريوننا